النهاردة يكون انه كاس هدبات الليلة في قلعة الجزيرة انجاز كبير جدا أباش مهندس ان يحصل الاهل على اللقب الحداشر ويتأهل لكاس العالم يا جماعة الاهل السنة دي رايح كاس العالم في ثلاث ألعاب جماعية انجاز تقريبا مش موجود على سطح الكرة الأرضية انه فيه فريق عنده بطولة يشارك في كاس العالم لكرة القدم وكاس العالم لكرة السلة وكاس العالم لكرة اليد شيء رائع انجاز رائع كان ينقص طبعا الكرة الطائرة وكانت ممكنة جدا لكن الطمع الاهلوية ما لهش حدود في حصد الانجازات المميزة وهو ده اللي حطت النادي الاهلي في المكان اللي حنلمسها في هذه الحلقة ان العالم يهنق العالم بمعنى حرفي بداية من محافظاتك وأقليمك والداخلية إلى محيطك الخارجي ومحيطك الإقليم ومحيطك العالمي وتشعر بالتقدير والاحترام شوف الناس التوقيت المبكر لوصول الفريق البعث الصبح الدكتور أشف صبح وزير الشباب والرياضة جمال 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 هذا الفوز ايه ازاي يا سيد زبراهيم ايه انا جاء من رحم المعاناة الحقيقية ايه والصعوبة الحقيقية لما تزنق نفسك تبقى مش حمل غلطة ام مش حمل غلطة فعلا ام فتكون عند الموعد وما تحصلش اه الاخطاء التي تؤثر على حصدك للقب لدرجة انه اصبح الثقافة ادت الى يقين عند البعض بمجرد ما تعادل ساندونز مع الهلال بدأ حتى اللي بيهجموك يمهده ان البطولة رايحة للأهل وكانها بتروح كده بمزاجها ها وكأن ما يفعله الأهلي هو شيء لا يفعله غير الأهلي انت بتخسر خمسة بعدين بكام يوم بتكسب أربعة وبعدين انتصارات 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 وبعدين وانت بتتعامل القرع والستاذ الرحيم بتقول ايه اي حاجة بقى ما هو البطل لازم يلاعب كل بس يا ريت ما نبتديش بالرجاء فتبتدي بالرجاء واخد بالك انت اللي عيد بكل كبار أفريقي الشمال الأفريقي اللي هو ينافس على البطولات في السنوات الأخيرة طبعا انت يعني أسريرك متهللة من هذا الاستقبال الجميل اي والحقيقة لما تشوف فيه مشاهد كده هنحلل الظواهر والمشاهد لان فيه واحد مهندس كبير قوي صاحبي بعت حللل الظواهر لماسه بشكل علمي يعني ففي مجموعة من الملاحظات كلنا شفناها بس عايزين ما يجي معدن نحصرها الكابتو الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي وهو يعني يكاد يكون مسافر عشان يرجع بالبطولة في كل المعاناة اللي هو فيها والضغوط ومجلس إدارة تقريبا بالكامل كان متواجد وتعلمنا الدرس أستاذ إبراهيم وأول ناس تعلمت الدرس وده اللي أشعرني بشيء من السعادة الجماهير الجماهير ثابت الفرقة بالمعنى الحرفي لحد سأل سؤال ولحد قال فين الإدارة ولحد قال لهم نلحقونا ولحد قال تذكرنا ولا مش عارفين ندخل الناس كانت عند الموعد ثابت الفرقة ودي النتيجة لأن أنت 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 هيأت الفرقة مناخ ما كانش موجود السنة الفاتر كان موجود عكسه في كل حاجة فأنت تعلمت الدرس بالمعنى الحقيقي وستطعت أن تتهيئ نفسك أن نزل ثم إيه تباغت بهدف مباكر كمان إيه الصعوبة دي يا رب ولكنه الأهل ولكنه الأهل علشان كده كانت الفرحة كبيرة جدا يا جماعة وكان الاستحقاق كبير ناس كتيرة حتى واللحظة المعناهل للمهندس عادلي بيشير إليها والوداد يتقدم لكن الناس كلها عندها ثقة أنه كما لو كان السيناريو بتاع الصفاقس بيتكرر صاحب الأرض يبدأ استهلاك الوقت يبدأ الترتيب للاحتفال الأجواء في المدرجات الحفلة تبدأ تتنصب والأهل يقول كلمته في الوقت القاتل توقيت الجون كويس عرف أنت لو جبت الجون ده مبكرا كنت تعرضت لضغوط شديدة لكن مفاجأة إحراز الهدف يا أستاذ إبراهيم ألبت المباراة كاد الأهلي أن يفوز بهدفين ثلاثة بعدين وكان سهل ودي محتاجة بقى وقفة فنية مش لقدرات اللعيبة ولكن فكر اللعيبة